ازايكو حبايبي عاملين ايه؟ قطايف رمضان كل سنة وانتم طيبين هنعمل النهاردة عجنت القطايف في البيت وهعمل معاكو شوية من الحشوات المختلفة اللذيذة هنعرف ازاي نعمل عجينة مظبوطة ويطلع حواليها كنار خارجي مظبوط وحنعرف كمان ازاي نعمل عسل القطايف او الشربات بتاعها زي المحلات بالزبط وازاي القطايف تطلع معانا مقرمشة ومش شربة زيت بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ده تعملولي اجمل لايك وتشتركوا في القناة وشير لو عجبكم الفيديو ويلا بينا نبدأ هنحتاج حبيبي في تحضير عجنت القطايف لتلات كبايات الا ربع من المية بعد كده هنحتاج لكبايتين من الدقيق او الطحين وزي ما انتو شايفين المعيار واحد بعد كده هنحتاج لنص كوب من الصميت الناعم اللي هو صميت البسبوسة بعد كده هنحتاج لربع كوب من النشا وربع كوب من السكر وكيس واحد من البكنج باودر بعد كده هنضرب المكونات كلها في القلاط لمدة خمس دقائق بعد لما ضربنا خليط القطايف لمدة خمس دقائق في الخلاط هنريحها لمدة ربع ساعة وحردع تاني اقولك هنعمل ايه بعد حبايب قلبي مرتاحة عجنت القطايف لمدة ربع ساعة هنرش رشة ملح زي ما انتو شايفين كده وحنضربها لمدة خمس دقائق ودلوقتي حبايبي بعد لما عملنا عجنت القطايف الجميلة ديت بنجيب طاصة على النار وياريت ما تكونش متجرحة وديت انا عملاها مخصوصة للقطايف بتجيب طبعا الكوب المعياري بتحطش حوالي نصه كده وبتنزلي بالشكل ده اما تخلص الفقفقة ديت منها تبتدي تطلعيها باللسباتيولا زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده شايفين شايفين عليش سخنة على قدية شايفين ما شاء الله هنعمل واحدة تانية عن قرب بعد لما قربتلك الكاميرا تنزلي كده بسم الله وتسيبيها زي ما انا قلتلك لحد ما الفقفقة بتاعتها تستوي من فوق الوج وبعدين نشيلها ابتدت الفقفقة ديت اللي فوق الوج تنشف تبتدي بقى تشيليها بسم الله شايفين بقى القنار بتاعها عامل ازاي عليش سخنة على قدية خالص سامحوني شايفين القنار جميل ازاي سهلة جدا جدا شايفين حبيبي بعد لما عملنا القطايف بكبايتين دقيق خيارات رمضان بقى ابتدت بقى تهلة علينا والجمال بقى بتاع رمضان شايفين ما شاء الله تبارك الله شايفين شايفين بقى القنار بتاعها ابتدى يظهر كده وجميل كمان قبل القلي جميلة جدا جدا واقول لكيش على بقى ريحتها ريحتها بقى خاطيرة جدا 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 ودول بكبايتين دقيق بس وشايفين بقى وشايفين بقى العجينة بتاعتها نكحة جدا جدا وطبعا دية حتبان بقى بعد لما نعملها ونقليها حتقرمش معاك حبتدى بقى أجهز الحشوات بتاعتها وحرجعلك مرة تانية دلوقتي حبيبي حضرنا حشوات القطايف وهي عبارة عن علبة إشطة طبعا العلبة دية الجهزة وبتحطش عليها شوية مكسرات وبتقلبيها فيها بتدي طعم جميل جدا جدا زي بتاع المحلات بالزبط وشوية مكسرات عندك شوية فول سوداني مع شوية زبيب مع شوية جزهند يعني أي حشوات عندك استفادي بيها الحشوة التالتة عبارة عن شوكولاتة قابلة للفرد طبعا هتاخذي منهم معلقتين بس كده وطبعا حوال ريكي هنحشيها ازاي مع بعض تدي حبيبي نحشي القطايف بقى بالمكسرات وبعد كده تقفليها عادي طبعا انت عارفة تتقفل ازاي زي ما انتو شايفين كده ودي شكلها دلوقتي حبايب قلبي حشينا حشوة المكسرات هنبتدي بقى نشوف هنعمل النوتيلة ازاي والقشطة طبعا ما تقدريش ابدا تحشيها وهي نية القطايف لازم بتقفليها نص تقفيلة وبتتقلي وبتتسكر وبعد كده بتتحشي فحتقفليها ازاي هتحشي الجزء ده بس وطبعا حوال رهالك خطوة بخطوة شايفين زي القرطاص دلوقتي حبايب قلبي حنجهز الشيرة مع بعض اللي هي شربات القطايف وهم عبارة عن كبايتين من السكر كباية ونص من الميا طبعا حنحطهم على البتاجاز يغلوا لمدة عشر دقايق وفي أثناء الغليان هنحط معاهم نص لمونة ولما نيجي طبعا نطف البتاجاز هنحط ربع معلقة من الفانيليا بنحط ليه في الآخر الفانيليا علشان تدي الريحة الجميلة بتاعة الشربات أو الشيرة ودلوقتي حبايبي بعد لما دخلنا المطبخ علشان نقلي القطايف بتاعتنا الجميلة طبعا حبيت أوري لكم الشيرة بتاعة القطايف شايفة بالسمك ده تبقى هنحط طبعا وق أو طاصة على البتاجاز وحنحط فيها زيت بس لازم توطي البتاجاز ما تخلهوش النار بتاعته عالية تخليه متوسطة هنبتدي بقى نقلي القطايف اللي احنا أفناها النص زي الأورطاس بالشكل ده هوت علشان طبعا ديت ما فيهاش لمكسرات ولا حاجة بعد لما تتحمر مننا القطايف كويس جدا جدا وتاخدي منها اللون اللي هو الدهبي الجميل بتنزليها في الشيرة أو السكر وبتطلعيها على طول بتصفيها في قلب مصر ودي حبايب قلبي بعد لما قلناها حطاها بقى في الشيرة دلوقتي حبايب قلبي نبتدي نقلي القطايف اللي حشناها مكسرات زي ما انتو شايفين كده اللي احنا قفناها تقفيلة كاملة ودي حبايب قلبي بعد لما حمرناها نبتدي بقى نسقطها في قلب الشيرة شايفين حبايب قلبي بعد لما طلعنا القطايف من الزيت ما شاء الله لونها دهبي وجميلة جدا جدا ونشفة حنبتدي بقى نسقطها في قلب الشيرة وحجهزلك بقى الطبق وحوريك بقى بقية الحشوات حتحشيها ازاي ودي حبايب قلبي القطايف بعد لما قلناها ونزلناها في الشيرة بتاعتها نبتدي بقى ناخد وحدة وحدة اول وحدة حنحشيها بالقشطة زي ما انتو شايفين كده ودي طبعا بعد لما حشيناها ممكن ترش عليها شوية مكسرات كده شايف الجمال بقى شايفين الجمال حنحشي بقى التانية بالنوتيلة ايه رأيكو بقى حبايبي في طبق القطايف الخطير ده طبعا تقدر يتزوقيه باي مكسرات عندك وزي ما شفتو كده خلال الفيديو القطايف سهلة جدا جدا ومس صعبة خالص وتقدري تعمليها بكل سهولة في البيت وما تجيبهاش من برة تاني بتمنى لو الفيديو عجبكو تدعموني باجمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلكو كل جديد وكل سنة وانتو دايما طيبين وبخير يا رب ترجمة نانسي قنقر